جماعة اليوم رح أوريكم هذا التشارت وهذا التشارت مهم من عام 2015 جماعة هذا التشارت يقول لنا فين رايح البيتكوين وراح أشرح كل هذه الأشياء في هذا الفيديو اليوم فإذا أنت مهتم أنك تعرف إيش اللي رح يحصل في البيتكوين على المدى الطويل خليك معنا هنا رح نتكلم عن السواق التقليدية رح نتكلم عن إيش اللي يعمل الحيثان وراح نتكلم أكيد عن البيتكوين على الفريمات القصيرة مرحبا بكم مرة أخرى رح نتكلم عن المدى الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا أنت تجد على هذا القناة سبق وفاعل الجرس الآن وجماعة زي ما أنتم عارفين رح نعمل السحب على 125 دولار يوم الاثنين القادم فإذا عايز تدخل في المسابقة أو السحب اللي عليك تعمله هو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشوف الفيديو عشان تعرف سؤال الفيديو وتحط عنوان اللي يوهزته في محفظة الباينانس وبالتوفيق للجميع طيب خلونا نغوص هنا مباشرة في المحتوى طيب المثلث اللي تكلمنا عنه أمس بالفعل أمس حصلنا على كسر.... أو اختراك من هذا المثلث... و لكن بغض النظر أكيد حصلنا على المقاومة عند خط البرتقال هنا عند 45 ألف دولار فحصلنا على اختراق من هذا المثلث ولكن ما كنا قادرين أن نكسر مستوى المقاومة 45 ألف دولار ولكن بغض النظر بالفعل حصلنا على اختراق أو كسر من هذا المثلث بعد كذا نشوف أنه مستوى المقاومة هذا من هذا المثلث تحول وصار مستوى داعم هنا ما قدر أنه يدعم السعر وبعد كذا هبطنا للأسفل وأكيد السبب في أنه حصلنا على هبوط أكثر هنا في البيتكوين هو لأنه الأسواق التقليدية بهذا الشكل نشوف أنه في الأسواق التقليدية مش فقط كسرنا أو هبطنا تحت الخط البني الكبير ولكن كمان إحنا الآن تحت الخط البرتقالي هذا خط الدعم عنده 4,478 دولار طيب فنشوف أنه الخط البني هنا حاول يدعم السعر ولكن ما قدر أن يدعم السعر هبطنا وهذا الخط البرتقالي حاول أن يدعم السعر هنا مرتين وكمان ما قدر يدعم السعر والآن إحنا تحت الخط طيب وليش حصلنا على هذا الهبوط في الأسواق التقليدية للأسف حصلنا على هذا الهبوط بسبب الأخبار أو المشاكل اللي حصل الآن مع روسيا للأسف هذا أكيد يأثر على الاقتصاد بشكل كامل فهذا الشيء ما نقدر نتحكم فيه ما نقدر نعمل أي شيء فأكيد هذا الشيء رح يأثر علينا ولكن إذا شفنا أنه الوضع خف شوية هناك وهدأ شوية أفضل فأعتقد أنه هذا الشيء رح يدعم أو يقوي أنه رح يكون عندنا مومنتم بوليش هنا في الأسواق التقليدية ولكن إذا استمرنا أن نشوف المشاكل قاعدة تزداد والوضع قاعد يسوء فأكيد هذا رح يقود إلى الضعف هنا في الأسواق التقليدية وكمان هذا رح يقود إلى الضعف في البيتكوين والكريبتو بشكل كامل ولكن إلى الآن كل شيء ليس شكله جيد يعني أقل شيء أنه إحنا الآن لسه فوق الخط الأحمر هذا الخط المهم عند 42 ألف ومئتين دولار هذا خط دعم مهم هنا للبيتكوين وهذا كمان يورينا أنه رغم أنه إحنا داخل هذه الضجة وداخل هذه المشاكل كلها إلا أنه هذا الخط مستوى دعم مرة قوي وإحنا لسه ما نزلنا تحت هذا الخط فهذه علامة جيدة هنا للبيتكوين وجماعة إذا عايزين تشتغلوا في الكريبتو بدوم كامل وتحصلوا على الراتب كامل ككريبتو يوتيوبر تقدروا تستخدموا هذا الرابط للتقديم وراح يكون فيه دعم من فريقنا كامل فإذا عايز تقدم تقدر تستخدم الرابط الموجود هنا في صندوق الوصف طيب جماعة خلونا هنا نتكلم عن هذا اليتشارت وهذا اليتشارت هنا على فريم الثلاثة أيام هذا اليتشارت منشور تم نشره عن طريق آ eight Bitcoin Investing اللي نقدر نشوفه هنا يا جماعة على هذا اليتشارت نشوف إنه حصلنا هنا على دعم من هذا المستوى ومستوى الدعم في الأسفل مرات متعددة نقدر نشوف هنا إنه حصلنا على دعم هنا في عام 2015 وحصلنا على دعم مرات متعددة أثناء هذا الطلوع كل وكمان هنا في الـ Bear Market لما حصلنا على هبوط حصلنا على دعم من هذا المستوى كان في 2018-2019 وبعد هذا الـ اخرى حصلنا على دعم من عند هذا الخط في عام 2019. فهذا كان قبل هبوط الـ Covid. ووفقا لصانع هذا تشارت هذه تعتبر فترة شدود لأنه هذا ما كان شي متوقع أو إذا ما كان فيه شيء اسمه الـ Covid فما كنا راح نحصل على هذه الفترة ولكن أو ما كنا راح نحصل على هذا الهبوط كنا راح نحصل على حركة كذا هنا فوق خط الدعم هذا هنا وهذا الشيء بصراحة أنا أتوافق معه لأنه أشوف إنه إذا ما كنا حصلنا على هبوط الـ Covid هذا كنا راح نتجه للأعلى بشكل عام. فلنشوفه جماعة هنا إنه إحنا بالفعل قد نزلنا إلى مستوى الدعم هذا هنا تحت فإذا هذا الدعم أو إذا هذا المستوى يعتبر مؤشر للي راح يحصل في المستقبل فأعتقد أنه إحنا راح نستمر في الحركة هنا فوق هذا الخط إلى أن نوصل إلى سعر 100 ألف هنا للبيتكوين في تقريبا سنة 2023 طيب فبصراحة اللي عجبني من هذا الخط أو من مستوى الدعم أو من الترند لاين هذا اللي هنا أنه هذا الترند لاين مش صاعد بساكل جنوني يعني نوصل إلى 100 ألف في 2023 أنا أشوف أنه هذا ارتفاع عادي ومقبول ولأنه كمان في ناس متوقعين أنه إحنا راح نطلع إلى سعر 100 ألف للبيتكوين هنا في السنة 2022 فهذا الترند لاين أنا أشوف أنه جيد جدا هنا على المدى الطويل على الرغم من أنه يعني في بعض المحللين يقولوا أنه راح نوصل إلى الأهداف أو نضرب هذه الأهداف في وقت أسرع كبير فجماعة إيش تعتقدوا بالنسبة لهذا التشارت؟ هل تعتقدوا أنه هذا التشارت يستهل أن الواحد يتابعه؟ هل عايزين نستمر في متابعة هذا التشارت؟ اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات ولا تنسوا كمان تحطوا عنوان اليو إزيتي في محفظة الفاينانس إذا عايزين تدخلوا السحب على 125 دولار يوم والإثنين القادم اتذكروا أنه باقي فقط ثلاثة سحوبات أو ثلاثة جوائز طيب خلونا الآن يا جماعة ننتقل ونشوف إيش اللي يعمل الحيتان هنا طيب الحيتان والأسماك الصغيرة تستمر في أنها تشتري البيتكوين وهذا الشيء جيد جدا وممتاز وهذا يا جماعة نفس الشيء اللي حصل هنا لما وصلنا إلى القاع عند 30 ألف دولار شفنا أنه الحيتان دخلوا وبدأوا بالشراء وبعدها حصلنا على حركة سعر ممتازة للأعلى فبشكل عام لما نشوف الحيتان يدخلوا هذه إشارة جيدة وهذا معناته أنه إحنا يعني قريبين أو وصلنا إلى القاع نفس اللي حصل هنا في 30 ألف دولار هذا كان أكيد هو مستوى القاع تكلمنا عن هذا الشيء في شهر سبعة وكمان يا جماعة نحن في هذا الهبوط كمان مؤخرا قلنا أنه هذا هو القاع وإذا إحنا لسه ما وصلنا إلى القاع فإحنا قريبين جدا من القاع وهذا المؤشر يقول لنا أنه الشيء اللي توقعناه كان شيء منطقي لأنه نشوف هنا أنه الحيتان دخلوا والحيتان بدأوا بالشراء وزي ما نعرف يا جماعة الحيتان يدخلوا في مناطق مهمة جدا ونشوف كمية الشراء الجنونية هذه اللي قاعدة تحصل فرح نشوف ورح نتابع يا جماعة أيش اللي رح يحصل هنا وكالعادة أنا رح أستمر أني أقدم لكم وعرض لكم هذه التشارتات اللي تعرض لنا إيش قاعد يعمل الحيتان لأنه زي ما تعرفوا يا جماعة أنا مؤمن أنه هذه الأشياء مهمة جدا لأنه بشكل عام الحيتان يسيطروا ويتحكموا ويتلاعبوا في السوق بشكل كبير جدا جماعة شكرا للمشاهدة هذا كان كل شي عند اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة